ويهلا، اتمنى لكم يوم جميل سؤال النهاردة جاي من صديقتنا من ليبيا أهلا بكي وأهلا بأهل ليبيا كلهم تقول إن ما عندهم شيء متوفر خيوط إليزا وعايزة تعرف متوسط السمك اللي ممكن تستخدمه في الغرزة الكلية مع إبرا رقم 8 أهلا بكي مرة تانية وفعليا مش حتما خيوط إليزا أو أي خيط أنا بقول عليه في الفيديو يعني إحنا برضو عندنا في مصر خيوط اسمها خيوط استوكات ودي بيكون درجة تانية أو تلتة كمان ومثلا ده خيط أهو استوكات البكرة بتيجي بالمنظر الضخم ده وفعليا مش عليها أي ليبل منبرة يقولي حتى رقم الإبرا فبص يا أختي إحنا في الغرزة الكلية بنستخدم الإبرا اللي تنسبنا بمعنى إن إحنا نقدر نلعب في رقم الإبرا يعني ممكن أستخدم إبرا ضخمة أو أستخدم إبرا تكون صغيرة جدا ولكن النتيجة في الغرزة هتكون مختلفة يعني لو استخدمتي إبرا رقم 8 هتطلع معاك الغرزة رخوة وفيها فتحات بسيطة بالذات لو الخيط صوف وسميك لو استخدمتي برضو نفس الإبرا رقم 8 ولكن خيط زي كده تمام هتطلع معاك الغرزة دي فتحتها واسعة وخرمها كبيرة فهي الغرزة دي وغرزة الصدفة اللي نشايفها دلوقتي غرزة الشبكة كل الغرز دي لما بتحب تشتغليها وتشتغلي معاها مثلا إبرا ضخمة وخيط سميك هتطلع معاك الغرزة متوسطة في الفتحات لكن لو اشتغلتيها بإبرا ضخمة وخيط رفيع هتطلع معاك الغرزة فتحتها ضخمة وده بس بإبرا رقم 8 لو استخدمتي إبرا مثلا زي إبرا رقم 4.5 دي والخيط رفيع زي ما انت شايفك كده فهتطلع معاك الغرزة برضو متوسطة في الفتحات لو الخيط رفيع لو الخيط بنفس السمك ده والإبرا أصغر هتطلع معاك الغرزة برضو مقفولة فهي تبعا للسمك الخيط مع رقم الإبرا يعني لو اشتغلت بإبرا رقم 8 والخيط معاك سميك الغرزة هتطلع فتحتها مقبولة جدا في الغرز دي تقدري تشتغلي أي خيط مع أي إبرا بس هتطلع معاك النتيجة مختلفة وعشان تريحة مارك من كل الجدل ده تقدري تعملي حاجة فطورة صغيرة كده من 10 سلاسل وتبتدي تشتغلي عليها الغرزة شو في شكلها ملمزها السمك بتاعها هل هي هتطلع معايا رخوة أو هتطلع معايا نشفة في القطعة الصغيرة اللي بتعمليها دي دي بتكون تجربة بتخليكي تعملي يعني زي تخيل كده للغرزة هتطلع معاكي شكلها عامل إزاي هتطلع معايا مناسبة ليا هتطلع معايا سميكة بالزيادة هتحررني فهتبقى مثلا فتحتها ضخمة قوي فهحس بالبرد لو هي فتحتها ضخمة فلا أصغر حجم الإبرا لكن مفيش أي مشكلة من أنت تستخدمي إبرا رقم تمانية مع خيط سميك هتطلع معاكي مميزة قوي وهتطلع فتحتها أكبر من الكارديجان ده الكارديجان ده أنا اشتغلته بإبرا رقم أربعة وفعليا فتحته كانت ضخمة والخيط كان السمك بتاعه أدخل من ده كمان فبراحتك خالص واستخدمي الخيط سواء رفيع سواء تخين إبرا صغيرة إبرا ضخمة هتطلع معاكي النتيجة حلوة الغرزة دي مرنة جدا بالنسبة للناس اللي عايزين كارديجان من نفس الغرزة وبلوفر إن شاء الله هحاول أن أنا أعمله ولكن مخاططات السنة دي كانت كتيرة قوي ودخلت في شغل تاني طبعا بعيدة عن الكروشيف فأخد شوية من وقتي معلش هتنتظروني أكتر هعملكوا إن شاء الله بلوفر منها البلوفر يصلح رجالي وحريمي إن شاء الله في 2023 بقى انتظروني بس وإن شاء الله هقدر أن أنا أعملها طبعا التعليق من سنة ولكن أسفة جدا بجد يعني التعليقات بتيجي كتيرة ومش بقدر أجاوب عليها بجاوب على الأسئلة اللي هي سريعة متعلقة بالفنيات الناس اللي وقفة على الإجابة علشان تشتغل فبجد بعتذر برضو إبرة 2.5 مع خيط رفيع تمشي أو لأ نفس الكلام يا أختي منطبق برضو عليك لو استخدمتي حجم إبرة صغير وخيط رفيع هتلع معاكي الفتاحات على الغرزة دي دايقة أو متوسطة على حسب شغلك وإيدك وبس نورتوني جميعا وأي حد عند السؤال يكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو إن شاء الله هقدر أجاوبكم عليه الأيام دي بس برضو طريقة سريعة أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة مع السلامة بي!